عودة جديدة للتصعيد بعد تصريحات إيجابية حول مستقبل السلام في اليمن فقد شهدت صنعام منذ فجر الثلاثات حليقاً مكثفاً للطائرات السعودية مصحوباً بضربات جوية على عدة مواقع عسكرية معظمها في جنوب العاصمة ست غارات جوية على الأقل استادفت مواقع متفرقة في صنعام بينها جبل النهدين المطل على در الرئاسة ومحيطها وجبل عطان فصاعدت على إثرها أعميدات الدخان من المواقع المستهدفة مع سماع دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن الإعلام السعودي أفاد بأن الغارات استهدفت كالعادة مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات التابعة لميليشيا الحوثي في المناطق المستهدفة غارات تأتي بعد يوم واحد على تنفيذ الحوثيين عدة هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة يقول الناطق باسم التحالف العربية العقيد تركي المالكي إن التحالف اعترض وأسقط عددا منها في منطقة خميس مشيط في وقت كانت تستهدف فيه أعيانا مدنية فيما كان الحوثيون وفقا للمالكي قد نفذوا في الثالث عشر من الشهر الجاري هجوما على الأعيان المدنية في مدينة نجران بواسطة صاروخ باليستي مشيرا في هذا الخصوص إلى أن إجمال ما تم إسقاطه وتدميره من الطائرات المسيرة فوق الأجواء السعودية حتى الآن 357 طائرة بدون طيار وتوعد العقيد المالكي بأن قوات التحالف ستتخذ وستنفذ ما وصفها بالإجراءة الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثيين حماية للمدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية على حد تعبيره المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أفاد من جهته أن الطيران المسير استهدف مساء الاثنين مرابط الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خمس مشيط لافتا إلى أن العملية نفذت بواسطة خمس طائرات مسيرة من نوع كي تو متوعدا باستمرار هذه الهجمات الموجة الأحدث من التصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين تلقي بالمزيد من الضلال القاتم على مستقبل السلام في اليمن خصوصا وأن هذا التصعيد يتركز في إطار الإجراءات الانتقامية البينية العابرة للحدود والمنفصلة تماما عن سياق المعركة التي تبرر التدخل العسكري السعودي في الساحة اليمنية ترجمة نانسي قنقر